السلام عليكم البنات مرحبا بكم معي في فيديو جديد ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير الزول في اللون اي ستما ان شاء الله فيديو تاعتها اليوم يلقيكم بخير وعلى خير حبيبتي اللي دخلت معنا جديدا انا رحب بيك حبيبتي في القناة واللي ما زل ما اشتركتش في القناة تضغط على زل اشتراك عكذا باش ويصل لكل جديدي ان شاء الله توحشتكم بزيف البنات ان شاء الله كامل تكونوا بخير بعد الغيبة هاد القصيرة جبت لكم هاد الوصفة الرائعة اللي درت حالة في مواقع تواصل الاجتماعي ان شاء الله ريح اتعجبكم لانها سهلة بدون زيت بدون زبدة وبدون فرن ريح اتديروها بكل سهولة بقرعة فرغة ان شاء الله ريح اتديرو احلى احلوة ان شاء الله عن تجربة يعني جربتها وجيتني ما شاء الله المقدار اللي وصفتنا لنا اليوم ريح نسحقو البنات كيماراكم تشوفو هنا تلت حبات بيت كيماراكم تشوفو درتو في الخلاط يعني ولا في الباتر ولا في الروبو اللي عندها يعني سوى الباتر سوى بيتخان سوى الروبو اللي عندكم تقدروا تديرو هاد الوصفة انا درتو في الروبو كيماراكم تشوفو تلت حبات بيت رشا ملح وزيت هنا نس كاس اه تاع السكر يعني اه فايت شوية نس كاس رايح نضيفو البيض ديالي ورايح نزيد اه انتو ما حبيتو تديرو لفاني حبيتو تديرو اه عطر اللي تحبوه انا درت عطر اه عطر الكعمال وما تديرو العطر اللي تحبوه اللي يعجبكم يعني ما تديرو لفاني تقدروا ديرو راني نخلط في الروبو ديالي كيماراكم تشوفو نخليه ها يتخلط بيجيه وفي نفس الوقت راني نكيل هنا بالمواد الجافة اه الفارينة والخميرة والكاكاو درت كاس ونص تاع الفارينة وانتو ما تقدروا تنقصوا من نص تاع الفارينة يعني الكاس وشوية برك ماشي نص تاع الفارينة باش يجيكم خفاف كتر ونزيدو اه مغير فا تاع الخميرات الحلوة ونزيدو زوج مغارفة كبار تاع الكاكاو البني المر فلا نغرب الكلش كما راكم تشوفو هكذا بهالطريقة والربو ديالي كما راكم تشوفو تخلط حتى وصل واحد القوام يعني حتى تبدل كامل اللون تاع البيت يعني اللون تاع البيت تبدل تماما شوفو كيف شو لا يجيكم كيلي شغل رغوة فلا من بعد رايحة نزيد اه مغير فا كبيرات عصير الليمون ولا اه الخل الخل الابيض كما حبيته هكذا بهالطريقة البنت من بعد رايحة نخلط الخليطين مع بعض اه الخليط السائل والخليط الجاف نخلطوه مع بعض انتو ما تقدروا تديرو الخليط الجاف داخل الربو تعاودوا ترحيوه منظره وشديد وتعاودوا يعني تخلطوه في الربو عادي كما تقدروا اه تديرو بالعكس اه يعني اه تديرو السائل احد الجاف وتبدو تخلطوه بالفوي يعني نفس النتيجة يعني تجيكم نفس النتيجة فلا من بعد بالنسبة للقرعة اللي بنا القرعة اللي تحبوها واللي تعجبكم انا عندي هاد القرعة اه تاعي وحبيتوا تديرو في القرعة تاع الخل الفرغة تقدروا تديرو واشنو تنحيلو بركلبو شون هادك الفوق وتديروه مباشرة ولا تجيبوا يعني القرعة هادي كتاع سعيدة هادوك صغار تقبوها هكذا في الوسط تاع البوشون ديلها وبدو يعني عمرو القرعة تاعكم اه ما كانش مشكل يعني القرعة اللي عندكم تقدروا تديرو بيها اهنا عندي المقلة لازم المقلة لبنات اللي ما تلسقش اه دهنت هكذا شوية يعني دهنة خفيفة تاع الزيت عاكذا ونبدا يعني ندير اقراس التوعية تاع الحلوة يعني هاد الحلوة قد ما هي سهلة قد ما هي بنينة بالبزف وتجيكم يعني ما شاء الله انا ولادي اقسم بالله العلي العظيم لبنات مقلة لوني حتى حبها يعني نهار نهار ويندرت هاد الحلوة يعني خلاصت في نهارها ما قعدتش كامل الغدوة من ذاك المهم هاد هاد الحلوة بنينة ويكلوها كبار وصغر يعني ماشي غير صغار برك تجيكم يعني اسفنجية وخفيفة وسهلة كما قلت لكم سوخت ولي ما عندهاش الفرن يعني عندها برك تابونة ولا تقدر تدير هاد الحلوة بزف هايلا فالا قدرت هاد الاقراس الاقراس اللي تحبوها حبيتهم كبار اصغر اللي تحبو البنات يعني تشكلوهم كيما تحبو انتوما ومن بعد رايحة تنقصوا النار يعني عن النار هادية باش يتيبو لكم ويتيبو لكم مزوج جواية من بعد رايحة تنحيوهم بكل سهولة يعني تجيكم يعني ما شاء الله وانتوما اللي ما تحبش ذوق الشوكولة تقدر ما تديرش كاكهو وتجيكم على ذوق الفاني يعني ولا الاذوق اللي تحبوها يعني اللي غام اللي تديروهم الداخل رايحة تعطيلكم ذوق اللي تحبوه فولا حاكدا هادوكلي طيبين نحيتهم ونكمل نواصل بهات الطريقة حتى نخلص كامل الاقراس التوعي شوفوا البنات كيفاش جات جات يعني خفيفة بالبزاف بدون زيت بدون يعني زبدة وتجيكم يعني ريشة ريشة بزاف هيلة انا هاد الوصفة دارت حالكي ما قلت لكم في مواقع تواصل اجتماعي قلت والله هي العظيم غير نجربها ونشوف يعني النتيجتها يعني ما مندمش عليها جاتني ما شاء الله بزاف بنينا فولا البنات هنا كملت كامل الكمية اللي عندي تعلاجينا تاعي درت الاقراس ديوني كيما راكم تشوفوا هاكدا كملتهم كامل بش هاكدا نروح نكمل التزين التحهم بالنسبة يعني الاقراس هادو ريحة نسقهم زودزوج كيما راكم تشوفوا ريحة نسقهم بهذا الطريقة يعني وحدة لقدر الاخرى انا حبيت نسقهم يعني بشوكولات تغتيني يعني شوكولات الطلاء انتو ما تقدروا تلسقهم باش حبيتو يعني تقدروا تديروهم بالقناش قدروا تديروهم بركخامو برك يعني اللي خاملي تحبو تقدروا تديروه الداخل ممن معجون تاني تقدروا تلسقهم بالمعجون اه يعني اللي تحب فلا تسقطوا هادو كتعل فاني ولا درتو هادو الاقراس بالفانينية تقدروا تديروه بالمعجون هاكدا البنات تلسقهم بزودزوج بهذا الطريقة ممن بترح انقلاسهم انا حبيت انقلاسهم انتو ما تقدروا تخليهم كيما راهم هاكدا تسينوهم غير بالاطراف هاكدا بشوية كوكو مرحي ولا قفريت مرحي يعني هادو كلمسة اه كل واحدة واللمسة اتاحها يعني الوصفة اه وصفة توركية بالصح كل واحد واشدر اللمسة ديالو انا حبيت انقلاسهم بشوكولات اه من الفوق وزينتهم تاني على طريقتي حبيت انا ندير اللمسة ديالي في هاد الوصفة هاكدا كملت كامل السقط الاقراس ديالو بهذا الطريقة من بعد اخذيت اه شوكولات ووبتها كيما راكم تشوفو وزيت فيها شوية تاع الكوكا ومحمص ومرحي الداخل ومرحي شوية خشي حاكدا ورايح انقلاسي القطو ديالي بهذا الطريقة حاكدا بزاف بلينا هاد الحلوة البنات صدقوني يعني جربوها ان شاء الله رايح اتعجبكم واشنو ملاحظة صغيرة برق البنات حبيت برق نقولكم بلي انا اه ف هاد الوصفة درت اه اه كاس ونصد على الفارينة بصح كا عودت لها هاد الوصفة نقصت شوية من الفارينة درت كاس وزوج مغارف كبار يعني جاتني اخف من هذي ولا درتو هذي يعني تجيكم يعني مشاء الله يعني نجحة مية بالمية بصح ولا نقصتو شوية تاع الفارينة تجيكم خفيفة اكتر واكتر فالا هادي كمو لحدة برق صغيرة هنا كما راكم تشوفو راني نقلسي في الحلوة ديالي وانتو كما قلتلكم تقدرو ما تقلسيوهاش يعني كل واحد وذوق ديالو فالا البنات هنا كملت كامل الحبيبات ديالي بهذا الطريقة حتى خلصت كامل الكمية اللي عندي وتخرج لكم يعني كمية مليحة اه حوالي هكدك كيتلسقوهم مع بعض رايحة يخرج لكم حوالي اه واتنين وعشرين حتى الخمسة وعشرين حبا وانتوما والحجم التاعكم يعني الحجم الاقراص ديالكم فالا من بعد درت لهم هادو اه يعني هاد التزيين البسيط كما راكم تشوفو يعني الاولاد دايما نحبو الشوكولات درت بشوكولات اه بالحليب هاكتا خطوط يعني باش نقصروا هاكتا شوية لكولغ تاع شوكولات نواخ يعني هادي كا اه فكرة اولا كتزيين بسيط لتحب اه التزيين فالا شوفو كيف اشجوني هادي البنات حلوتنا لنهار اليوم ودرت حالة وانتوما ان شاء الله راح اديروا فيها حالة تاني في بيوتكم لولادكم على بالي بالي رايحة يحبوها وسهلة يعني ما كانش لا زيت لا زبدة يعني جت ما شاء الله يعني اروح حاجة اللي جربتها في الحلويات يعني تجيكم ما شاء الله ان شاء الله راحة لتجربوها وتحبوها وتعجبكم ما بقى لغنقلكم حبيبتي ولا عجبكم لا فيديو لنهار اليوم برتاجي وحمال الحباب والاصدقاء عكذا باشتعوم الفائدة وان شاء الله يشوفوها واحد اخرين ان شاء الله لي ما زل معرفها شراهي دارت حالة في المواقع تواصل الاجتماعي ان شاء الله انتوما ثانيا راح تجربوها وتكتشفوها ما بقى لغنقلكم ما تنسونيش في اللايكاتكم وتعليقتكم الرائعة وإلى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة